زادت أزمة بق الفراش تفاقما في فرنسا بعد الكشف عن رصد حشرات في مدرستين شمال شرقي العاصمة باريس كما تسبب ذلك في إغلاق مدرسة في ليون وانتقالها إلى نظام التعليمي عن بعد وفق ما نقلته وسائل وإعلام فرنسية وأوضحت صحيفة لوفيجارو الفرنسية أن إدارتين مدرستين في ضحية سان دوني أجرت تعقيما بعد رصد بق الفراش لمنع انتشاره وأن مسؤولين في المدرستين زودوا أولياء الطلاب المعلومات اللازمة حيال الإجراءات المتخذة يأتي هذا الانتشار لبق الفراش في المدارس في ظل ما تثيره هذه الحشرات من قلق للحكومة الفرنسية إثر اتساع رقعتها في العاصمة باريس وصولا إلى القطارات ومترو الأنفاق ودور السينما والمستشفيات يسود قلق في المغرب من احتمال تسلل حشرة البق إلى البلاد عبر المطارات والموانئ خاصة مع حركة النقل الكثيفة للمسافرين والحركة التجارية النشيطة بين المغرب وفرنسا التي تنتشر بها هذه الحشرة ولمواجهة إمكانية دخول الحشرة المقاومة للمبيدات وانتشارها في المملكة أعلنت وزارة الصحة تفعيل نظام اليقظة الصحية في البوابات الحدودية تأتي هذه الخطوة بعد انتشار خبر الاشتباهي في رصد حشرة بق الفراش بمقصورة قيادة سفينة قادمة من ميناء مارسيليا بفرنسا إلى ميناء طنجا المتوسط شمالي المغرب في الثاني من الشهر الجاري وأعلنت وزارة الصحة في تونس تفعيل نظام اليقظة الصحية لمنع تفشي بق الفراش القادم من فرنسا كما دعت الوزارة المواطنين إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية ضد خطر انتشاره كما أكدت وزارة الصحة عدم وجود حشرة بق الفراش في تونس بعد انتشارها مؤخرا في عدد من البلدان وخاصة بفرنسا مصية إلى الآن في الآن ذاته العمومة باتخاذ جملة الإجراءات الوقائية أثار وزير الصحة الجزائرية عبد الحق سيحي جدلا بتصريحاته التي تحدث فيها عن خلو الجزائر من بق الفراش بعد ظهور مخاوف من أن تنتقل هذه الحشرة التي تغزو فرنسا حاليا إلى الجزائر بفعل كثافة حركة التنقل بين البلدين تعرفون أن هذا المرض هو مرض قديم أصاب فرنسا في الأربعينات وينبئ بأشياء ربما تمسه بنظافة أو بأشياء من هذا الشكل ونظر أننا العائلات الجزائرية ننظيفة وعندنا الحمد لله الشمس والشمس تقضي على الظاهرة هذه يعني نحن نخافوش نستبشر ونحن عائلتنا ومواطنين ناس نضاف للمصالح الرقابة الصحية في الحدود موجودة في كل وزارة النقل أيضا اتخذت إجراءات ونحن نشتركين في نفس العملية ينضم إلينا عبر الإنترنت من واشنطن الدكتور طلال انصولي أستاذ المناعة بجامعة جوجتاون الأمريكية أهلا وسهلا بك دكتور طلال كيف تصنف خطورة البقوة الأمراض الناشئة عنه شكرا على الثضافي أول شيء بدي وضح شغلة بق الفراش ليس شغلة مخطرة العالم ما بدأت خاف لنا هذه بتصير تجي على الجلد وبتعمل إيريتيشن بيصير في إحمرار وبيصير في حكة قوية جدا بالبق الفراش وهذه ما إلى علاقة بالنظافة بقوله النظافة ما النظافة إلى علاقة بالنظافة لأنه كمان الفاكوم كلينر زواء تستعمل التنظيف في الفاكوم كلينر بيطلع مهم جدا أنه أول شيء واحد يعرف ما بدنا العالم يصير معهم بانيك يخافوا بطريقة غريبة الشكل أكثر شيء اللي بيسيزة واحد تعرض على عدة أمور من البق الفراش إحمرار صغير ثلاثة أربعة خمسة نقاط بيطلع هون بيصير في حكة بياخد دوات ضد الحساسية هذه الصورة بياخد دوات ضد الحساسية وبيحط هجو كورتيزون كريم عليها مشان يخفف هذا بعد شيء أسبوع الأمور بتروح ما بد يخافوا أنه عم يتنقل الأمراض من محل لمحل هذه أول شيء تاني شيء هذه بتجي كمان مع السواح اللي بيجوا المحلات الثانية بيكون جابينهم معهم والأوتيلات بدون ينتبهوا الأوتيلات كثيرة إذا واحد يروع الأوتيل بدون يفتح الفرشة تطلع تحت الفرشة نشوف إذا ما فيه شيء أسود عليهم ما يتبقى بقى الفراش بتكون موجودة هلأ من ناحة التنظيف والتطهر أول شيء في الفاكيوم يعمل واحد هذا مهم جدا ثانيا عندك هذه نوع من بودرة بيحطوها على السجاد ويأتي عليها بقى الفراش بيأكلها بيحط راسه بيروح بعد 3-4 يام خلص ما بيتحرك إطلاقا وتالتا في البرمثرين هذا سبري هلأ ترجوه على التلفزيون مظبوط هذا سبري واحد بيعمل سبري على السجاد على الكذا وهذا كمان بيأكله دغري بيروح دغري هذا بقى الفراش بما أنه بدنا نكون نحنا خايفين منه بس بدنا نكون منتبهين لأنه هذا يتنقل من محل لمحل دكتور أثرت عدة نقاط سوف أتوقف معها بالتفصيل لكن بالنظر إلى سرعة انتشار هذه الحشرة في بعض البلدان كفرنسا هل ترى بأن القلق يكون هنا مبررا أنا بأعتقد هذا قلق بس هذا في هستيريا عم بتصير هستيريا وعم بتصير خوف بطريقة ملموسة لأنه مش معقول أنه فجأة إلا ما يكون فيه جايين شيء 20-30 ألف سايح بيوم واحد شيء محل وجابين معهم بالشنتات جابين معهم على تيابهم جابين معهم بالأمور تبعوه لهون أنا بأعتقد أنه هذه الأمور كبرت أكثر من الشيء اللي لازم واحد يفكر فيها وبعدين كمان غسيل الثياب إذا إجاء ببعض الغسيل الثياب وبعدين بحرارة عالية الغسيل الثياب وكمان في الآلي اللي بتنشف الثياب حط الآلي بتنشف الثياب تتنشفهم بحرارة عالية كمان هذا بيعتل الباق الفراش هل هناك أي فرصة لنمو الباق جراء انتقالها عبر الأشخاص من مكان إلى آخر كالسفر مثلا السفر أكيد ما في شك هذا السفر هذا اللي بيجيب الأمور هذا لأنه بيكون جاي سايح جايب معه على كبوتو جايب معه بالشنتة جايب معه على تياب ومش منتبه لأنه أمراض بيطلعوا في منهم صغار كتير في منهم صغار صعب يشوفون بعدين في منهم أكبر منهم باهم ما بيكون منتبه أنه موجودين عليه بس أي شخص بينتبه أنه في عنده حكة في الجسم وفي أحملات نقط حمرة ما ينتعرض على بقى الفراش وما يخافوا نحن عم نشير الخوف ما لحيعمل أمراض مخطرة ولا شي إلا إذا الشخص محلل في حك صاري حكة كتير 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 بيفتح الجل بيصير فيه التهاب جرسومي سأبدأ بيحط مضاد جرسومي عليه بدي أشوف الدكتور تبعه بس عادة ما في شي بيخوف بطريقة ملموسة ليس خطيرا ليس مميتا بإجاز دكتور كيف يمكن الوقاية منه الوقاية اللي بدون ينتبه بدون انتبه على البيت بدون نستعمل الفاكيوم كلينر مهم جدا الفاكيوم بيعملوا في البيت السجادات على الزواريب في الغرف في غرفة النوم يشيلوا السجاد يطلعوا تحت السجاد يشيل الفرش يطلعوا تحت الفرش بيشوفوا بعينوا الواحد هذه شغلة مهمة جدا ويعملوا فاكيوم كل يوم يعملوا فاكيوم كل يوم البيت وهذه بتخلص وإذا موجود دغري بدون يستعمل هذا البودرة البيضاء ديئة تمشيس ومش مخترى أبدا حتى في حطة على الفرش الواحد يتركها بنهار بعدين بيشيلها وبعدين البرماثرين هذا السبري اللي بيعمل السبري كمان بيروحه وليس هو مختر أكيد ما بدوا يشرب الواحد بس بدوا ينتبه ويفتحوا الشبابيك يهوه شكرا جزيلا لك الدكتور طلال انسولي أستاذ المناع بجامعة جورج تاون الأمريكية حدفتنا من واشنطن المسائية مستمرة وبعد الفاصل يلتقيكم مصطفى عاشور وأستاذ مباشر ونتابع نتائج مباريات دور أبطال أوروبا نيو كاسل يقصو على سان جرمان ومان سيتي ينتصر وبرشلونة يتصدر